موسيقى لا إله إلا الله بشيله أبراهيم بشيله نوضيف أي حد بشيله أبراه بسم الله الرحمن الرحيم يالله موسيقى 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 يلا أخوي بسم الله الرحمن الرحية يلا استنى 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 بس انا معاك اهو يلا بسم الله الرحمن الرحيم يلا يلا وما تلاقش اللي بيه على المستشفى الأميري ولا القصر العيني ما انت عارف عم خميس راجل طيب واكيد خاف من المشاكل لا والنبي يخاف من المشاكل وصحين انا عادي لا اله الا الله ما هو عارف ان عندنا طوارق واننا بنفتح طول الليل قد تكرشه يعني؟ لا يا اختي ما تكرشهوش انا اللي اطلع هنا امي عادي عارفة عارفة لو الحالة دي طلعت ايكلة ما انا اعمل فيك ايه وانا ما انا انا هتعمل فيه انا ليه؟ اهو عندك برا با اعمل فيه اوه تعالي يا اختي حصليني على قط الكشف يلا حاضر الخط اللي في النوجة جابت له ارتجاج ودخل في غيبوبة يعني مش هيفوه دلوقت يا دكتور؟ نا امان امتا؟ ماش عرفني بقى الله اعلى من خمس دقايق سنة مين عارف؟ يا قوت الله اههم معقول حد يقعد مغمى عليه؟ سنة بحالة؟ واتنين وثلاثة وعشر؟ اقول لكوا ايه انا عملت اللي علايا؟ انا خبت له الجرح وعملت له اسحبات اولية اكتر من كده مش هافيتكو بقى الراجل ده محتاج يخش مستشفى كبير انا كده خلصت زمتي من ربنا واجبته لكو هاا تسبحوا على خير؟ والل تسبحه على خير؟ تجاتل منا تقول ما ودبشي؟ يا دكتور ما انت بتقول مستشفى كبيرة؟ مستشفى كبيرة يعني تحقيق ونيابة وبليس ومش بعيد يقولوا ان انا اللي ضربته وسرقته محفظته الله ليس هيئك انا مش حاملة بهدالة انا كان قصدي اعمل خير حرقاك او اعمال الخير في الليلة السودة دي او بصراحة تهمة لا مع ابطاءة ولا كنية ولا نيلة الساعة اللي لباسها دي ساوي مرتابي خمس تشهر في المكان المهبب ده لا اله الا الله ما احنا عندنا سرائر فاضي يا ضهوة كتير يا دكتور ايمت ممكن امدده على سرير فيهم لحد ما نشوف لنا في صرفها بكرة الصبح ماشي يا اختي بعليلهم محلول بيقوا على حساب عامة خميس خميس مين يا دكتور ايه فيه ايه دعم يا خميس بغزر معاك قلت اناكد عليك شوية تعاجل تم صحتني ما عليش يا دكتور الناس اللي بعضيها برا ايها شا سيدة هلادي عملت بأصلها وجبته انهم يا ربنا يكرم بقى واسحى بكرة وانطمن عليه والان هو مين زمن اهل والمين على الدنيا ما فتحش الموبايل ولا رجع لحد دلوقتي يا ستة ليه لا انا هو عيل صغير لما بيتأخر بيقولي يا رفير يا ستة يمكن نزاجه حبك كده النهاردة انت عارفاه ما انا عشان عارفاه بقى حجان بصي انت قليش انا وهو عندناك تماع مهم جدا بكرة فاستحالة ما يكونش موجود واكيد حيظهر في اي وقت داعتي اوكي ما تخافش يلا كده مش هتعرفي تعملي مشاويرك بتاعت الصبح يا حبيبتي منسي مش كان عندك طيرة الصبح بقدري اللي مسحيك اعمل ايه بقى انا مبعرفش انا مغير وهنافسك معايا في القودة يا لول السلم قوليلي بقى قعدة تفكري في موزد الجيل بتاعي كل ايه مش عارفة مش فاهمية خالص عادي كل الناس في الاول بتبقى مش فاهمة بعض بس بيتعرفوا على بعض واحدة واحدة وبيبقوا تمام انت كل اللي انت محتاجه شوية جرقة وشوية جنان كده قوليك مش فاهمية اولا ما عرفش اي حاجة عني وبعدين على فكرة ما يعرفش عني حاجة خالص طيب و ايه يعني تجرق انت بس مش قادرة فشلتيني تقوليش كده انت قدها وقدود يا لول ده نقدر دلوقتي ادخل انام واحلم وارتاح على الاخرة بس بقولك ايه اوعي اتصل بيك بكرة وما ترديش من عارفكي نكا دايا وهتبوازي الليلة مش هيتكلم يا ديني هيتكلم ترهنيني؟ ارهنك علنتي عايزيني علنا عايزيني؟ مم مم انا عيني هتطلع من زمان على الخاتم بتاعك ده ماشي بس انا لو كسبتها هتديني السلسلة لقلتلك زمان ان انا عايزها وانتي مرضتيش ماشي وهيتكلم مش هيتكلم هتشوفي هيا اتكلمت كويس؟ هايل كلام بيخش القلب على طول عشان كنت تقولي نحسه خصوصا لما اتكلمت عنك وعلي هنتعبتك معايا قوي ان شاء الله الشهر الجاي لما انت خلت تخلص هاختم تزافر اجازة طب ومسئوليتك يا سيادة الرئيس؟ يا ستي مش لما ابقى هتبقى ان شاء الله هتبقى هيا بس احنا بقال قدمين برضو ان شاء الله نختفي من اجازة في اي حد لوحدنا؟ وبيتش متعلقة بيها زي زمان نانسي مش زي اي بنت انت بالنسبة لها اب وام يعني ماينفعش مثلا تقعد يوم ونص ما ترفعش عليها سمعة التليفون هاهاهاهاها انت بتعدي ورايا؟ مال انا لازمتي ايه؟ علاقتنا ونانسي هتاخد وقتها على بل ما تستقر ارجوكم متاخدش منها اي موقف بسببي انما علاقتك انت بيها حاجة تانية خالص يا سيدي الرحم انا اتاخرت بطيالا بينا نمشي بقى حالا حالا بقفل حالا بقلك ساعة بتقولي بقفل انا كزماني روحت انت مجنونة؟ بس بكتن روحة لوحدك بالليل وفي اليومين دول خلاص انا قفلت اهو يلا بينا اه كنت هنسى ثواني ثواني بسام بسام يا بسام بسام ايه ابني فيه؟ انا اسف قلقتك من نومك التقرير اللي طلبه دكتور رقفة بتاع يوسف رمزي يكون جاهز بكرة الظهر انت سامعني؟ يا بسام سامعك يا عم بزاق ليه؟ طب انا قلت ايه؟ التقرير اه شكله عينسة وهيخلي شكرينا كلنا سبالا ايه لكي دي يعني ايدي مش هزو تقطع لبكرة الصبح يلا بينا كبه خبط تreated funny scene طبعاً مسمعتني ايش كاعده؟ انا مش مستنية انك تخبط على ايه اصلا على فكرة انا جاي صالحك هو احنا متخنقين ولا جاي بتصالحني بالنيابة عنها هي بتحاول تقرب منك ولا مش عايز اقرب من حد ولا حد يقرب انا محترم رغبتك في الجواز منها لكن مليش اي زنب اتعامل معها نانسي بليز لو اجع دماغك بمشاكل صغيرة ومع الطالة الحاملة بتاعتك قدامك حل انا اصلا عايز سافل لموة بكرة الصبح ما تستعجليش كلها كام صهر ويبقى من حقك تعمل انت عايزها تعاودي معايا سافر الموة شعب السجاير انت حرة بس قابل كده انت مسؤولة مني اوكي؟ اوكي؟ اوكي تسبح على خير كنت من اهل سلمي بقى على بابا كتير لحد ما شوفه ونتخنق على معاد الفرح كالعادة السلام امانة عادة فكك خليكوا واخدين جمع من بعض كده اليومين دول لحد الانتخابات ما تخلص بعد كده بقى بودخانوا براحيتكم عارفة؟ صبرك علي دي حاجة كبيرة قوي اوعيدك ان اعواضك انا صبر عليك بس لشان عارفة ان انت في يوم الايام هتبقى حاجة كبيرة قوي ده يراقفة الراوي كده ويمكن احسن كمان اوه بقى والنبي بحتاج انا جرعة الحمس دي قوي يلا يا عم هايس نفسك بقولك ايه؟ ما تتأخرش بكرة هستنك تسعب الثانية دعيني بس ان بومبة متعملهاش معاي يا عم ما تفولش هي قصيلة اليومين دول يلا باي باي موسيقى ما بادري يا نوح ما علش يا ماما اصلا العربية عطلت بينا نوال انت عارفة ان باباك لو عارف ان انت كنت معال حد نص الليل هيعمل ايه؟ اولا يا ماما انا مكنتش خارجة معاي احنا كنا في شاول سنين بقى يا ماما ده خطيبي مش صاحبي شش شش وطي صوتك انت عارفة انه مبيقبلوش من قبل ما تتخطبو هو مش بابا ناين؟ ايوه طب انت عاملة المشكلة دي لدي دلوقتي عشان لما حيصحى حيسألني ويقولي انت جتي امتى؟ قولي له رجعت باقي يعني اجذب عليه قولي له ان انا كنت مع واقل والعربية تعطالت بينا ابو سيدك يا ماما وراسح يام بدري تاكلي لقمة؟ شكرا اكلت امال وشك اسفر ليه؟ تسباح على خير يا ماما وانت من اهله اذهب حقا بيقولك مره واحد حانوتي بيلعب كورا بيسألهم مركزك ايه؟ قالهم بقى وافتحت الخجة بقا ها 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 تتحيس تبقى لي كتير اوه ما شفتش ضحكتك يا بنت البال ما كانش رايق لكن النهاردة الحمد لله ربنا فارجها ممم يعني الفلوس بتفرّحها ككتر مني يا بنت ما انت مسئولية برضو فرقا بتي زايك زاي الكوش كده مش هتقول لي بقى مين صاحبك اللي بعت لك الفلوس? ما انا مش متأكد اذا كان هو ولا لا بس اذا كان هو صحيح ده ما بقى الصاحبة بيت لا ده يبقى أخويا أخويا و الأملي ما خليفتوش وادرجوه لو مجدع بصحيحة فرح اتعرفنا على بعض وإحنا عيال صغيرين بس دلوقتي بقى كل اللي بينه وبينه مكلمة تليفون كده كل فينه وفيه أخوي أنا أمري ما شفتك بيتكلم حد في تليفون لا ما هو أنا ما بكلموهش بس هو لما بيعوزني بيلاقيني عارفة الكشك ده بيت تصدق أنه هو اللي بعتلي فلوسه برضه مع مرسله اسمه إيه بقى صاحبك وانت مالك انت هتصاحبينه ولا إيه يلا بيت اومي خلاصي وقفلي خلينا وصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مش عارفة لكن أنا عارفة شكلتش غريب مغريب إلا الشطو تعال ترجمة نانسي قنقر